حالة من الجدل وتباين المواقف بين البرلمانيين الأوروبيين بسبب مشاركة علاء الدين بروجيردي رئيس لجلة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني في نقاش أجراء أعضاء لجلة الشئون الخارجية في البرلمان الأوروبي حول العلاقات الإيرانية الأوروبية حضوره كان إيجابياً إذ من الأفضل أن يكون هناك حوار وانفتاح على النقاش مع الآخر بدلاً من الحضور فقط لمجرد إيصال رسائل معينة أتمنى أن يكون المسؤول الإيراني قد فهم رسالتنا وأن تفكر طهران جيداً بشأنها على الجانب الآخر رأى بعض النواب أنه لم يكن من المناسب دعوة المسؤول الإيراني للحضور إلى مقر البرلمان الأوروبي وخاصة في هذا التوقيت كما ذهب البعض إلى القول بأن بروجيردي لم يذكر الحقاق أمام البرلمانيين ولم يقدم الإجابة المطلوبة على العديد من الأسئلة كان من الأفضل لا يأتي هذا المسؤول الإيراني لأننا نعلم أن هناك محاولات من الطرف الآخر لنشر العديد من الأكاديب كما أن الاتفاق النووي الأخير مع طهران خطير جداً لأن برنامجها لا يزال يعمل طهران أيضاً لا تزال تلعب دوراً رئيسياً في عدم استقرار المنطقة وفي مداخلته تحدث المسؤول الإيراني عن العلاقات بين بلاده والاتحاد الأوروبي وقارن بين طبيعة هذه العلاقة قبل التوصل إلى الاتفاق النووي وبعده مشيراً إلى فترة العقوبات ضد إيران والأطراف الدولية التي استفلت من وراء هذا الأمر زيارة رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني إلى مقر البرلمان الأوروبي هنا في بروكسل جاءت بعد أيام من زيارة قام بها وزير الخارجية الإيراني جواز ذريف زيارات تسببت في حالة من الجدل وتظاهرات احتجاجية للمعارضة الإيرانية بمشاركة فعليات أوروبية متضامنة معها عبدالله مصطفى الحرة بروكسل